يتحاشى الاحتلال دخول مخيم جنين برا فيحارب من الجو هذا هو المخيم الذي لا تتجاوز مساحته الاثنين والاربعين هكتارا يودع شهدين اثنين ياسر حنون قائد كتيبة جنين وسعيد جرادات ابن السبعة عشر ربيعا ارتقيا في غارة شنتها مسيرة اسرائيلية على مركبة كان يستقلانها طفل فعليا طفل يعني تيجي من 17 سنة انت تنزله سريد الطيران بدك تكسفه هذا اجرام كل معاني الكلمات اجرام قال الحكي مش جديد عشرائي شو ما يعمل الاحتلال رب زيدنا كوة احنا ايمانا بربنا كبير ونصال الاحتلال الى الزوال يعني احنا مخابش ولا من اشي هذا الاحتلال اليوم يكشر عن انيابه بشكل واضح وصريح وليس من تحت الطاول بانه لا يريد وجود الشعب الفلسطيني كما صرح بذلك نتنياهو وحكومة الفاعل اسمو تريتش ومن غفير بالاغتيالات والتدمير يحاول الاحتلال ان يستنسخ عدوانه على غزة هنا ايضا يريد انهاء حالة جنين واللادة الشهداء والقادة لكن حالة الاشتباك مستمرة لا تعرف الضفة الغربية السكينة وعلى بعد ايام قليلة من شهر رمضان المبارك يخشى الاحتلال ان تكون القدس عنوان الاشتباك المقبل لذا نجده يحاصل قدر الامكان المصلين في المسجد الاقصى المبارك منذ طوفان الاقصى وشوارع البلدة القديمة تحولت الى وجهة لصلاة المئات ممن يمنعهم الاحتلال من دخول المسجد لأداء صلاة الجمعة فهل يرمي الاحتلال عودة ثقاب في برميل البرود ويفرد قيودا مشددة على دخول القدس في شهر رمضان تقول المقاومة ان ذلك دونه عواقب وخيمة اننا نؤكد ان المسجد الاقصى المبارك كان وسيبقى اسلاميا خالصا ولن يكون الا كذلك لا سيادة ولا سيطرة للاحتلال على شبر منه مهما بلغت مخططاته العدوانية كيدا ومهما كانت قوته سلاحا وعتادا هكذا اذا تبسع الضفة الغربية خريطة التحديات امام حكومة نتنياهو رغم سيل الاستيطان وحالات الاعتقال التي جاوزت السبعة الاف حالة منذ معركة طفان الاقصى اشتركوا في القناة